اشتركوا في القناة يبعث وراكي وانت ترحيله اروح له اجل اشوفه فكهم عم الشيخ عم الشيخ قلنا ظل ندرس عليهم من هو عمك؟ عم الشيخ عم الشيخ كريم يوم صوت ابوي اشتركوا في القناة كيف بدى اضمن حقي يعني كيف بدى تطمن؟ تطمن عليش يا زيدان حنا ودنا ناكل حقك لا سمع الله بدين اسمع يا زيدان حنا راسنا مخبوس خبص ماهو ناقصنا لانه دمي مثل النار وبدني يغلي كل ما شوفه يا خوف قلبي انك تفكر بشي ساري انت مليح يا هلال ويشهد الله اني بحبك وبريدك اكثر من كل الناس وبدي ياك تستفيد مليح وتعلمني شو تسوي وشو ما بتسوي احنا تجار ومصلحتنا وحدة تحقي هاي بنتي الكديسة ميلادة كنت حابة تطمن على ابن سادة عمران اه تطمن ام اما ام المترجم للقناة 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 بس بس أنا 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 ما قلت شي زعل أنا زعلت وزعلت كثير سلطانة لا 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 تروحي لا خلص بدي أروح لا يا سلطانة لا تزعلي وأنت شو بيهمك؟ يهمني يهمني كثير بعد ما بظن؟ لا لا ظني ظني يهمني راضيك بس كيف؟ أنا رايحة هالسل سلطانة ترضي ترضي أعجيكي أراضيك اليوم؟ بس لا تجيني على الدكاني ولا ولا وين؟ سلام لهذا ما تحت الشغل؟ هيني طائح انت تعوق كثير بالنومة والرزقة ودها همة مضبوط مضبوط بس أنا اليوم تعوق تزود لأنه فيه في بالي سلافي انت عارفة وين رايحة الساعة؟ وكل شيء؟ اللي بأخذه إذا كان عنده إيمان بطيب شو معرفك؟ شهلة من شهلة؟ كم شهلة في في البلد؟ شهلة ما غيرها؟ أه المسخوطة مرتك أه؟ بسكتي إيم الياس مش شهلة كل ليلة تجيها الكوابيس؟ أه سمعتها بتقول عن الغولة مبارك خليتها توكل من الزيت وشو قولك إنه راحت عن هالكوابيس؟ وحيات المسيح؟ وحياتك وحيات القديسة ميلادة صحيت ولا كأنه فيها إشي ولا صبها إشي شو رايك؟ والله شغلي بتطمن بالي اسمعت اللي قاله عودي يا صبحة؟ شو قال؟ ودك كل يوم إنتي وجوزك كل يوم توكلوا زيت يه؟ لوي؟ هسنا رايح واللي بده زيت يوم يومين بلاقيه في الدكاني مليح بخاطري بس يا عودي أنا ما شفتك شريت الزيت لشهلة متى شريت؟ كيف عاد؟ أنا شريت 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 أنا ما شفتك صبحة؟ شفتي شو شفتي وإمت الشرى؟ شرى إيش؟ علي هذا الحكي يا عودي؟ شو قصدك؟ بقصد إنه هذا الحكي ما بمشي علي أنا اللي عاجنتك وخابستك مليح يخرم حريشك يا سلطاني أنا بمزح معك بمزح طيب قولي إمت بدك تنزلني العمام؟ لويش؟ من شان أتعرف على التجار تجار؟ من عرفتك أنا أبو آمل بس بدي أتعرف على تجار ثاني تجار ثاني؟ آه، يعني بس إنت تعرف؟ ما بنزمي إذا ما بدك بروح لحالك لا لا شو 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 تروح لحالك؟ معناته تأخذني معك؟ أمرك أمرك يا رمان إن قلبي وهديك المرة بأخذتني على المهاجرين اللي قلت لي عنها ما إحنا نشغلنا في شراية الترك؟ هاي المرة بتأخذني؟ إن شاء الله إن شاء الله بأخذك 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 بس هسه فقينا مسالفة عمان وخلينا مسالفة الزيت آه، صحيح، الزيت بقديش بدك تبيع الجمينة؟ اليوم أهلكتنا اشتغلنا عن يومين أحسن يا مرة أحسن راح لكثير وما أظل للقليل خلينا نخلص عاته المهم يعطيك مصاري مثل ما قلت طبعا لازم يعطيني أنا هيك اتفاقي معه طبو إذا ما أعطاك شو بدك تسوي؟ بتقدر تسوي شي؟ بتقدر تسوي شي؟ الآن ليش نستبق الحكي؟ كل إشي لوقته مليح كل مشكلة وإلى حال بس لازم تكون حاسب حسابك أنا عارف يعني في الحالة هاي بدي أطر أنقل حصتنا ولا أجيب لي تاجر يشتريها هون مساعد فيها رجعة هاي يلا بجيب تاجر معي بالمرة إحنا كم شوال بيطلع لنا يعني حصتنا لحالنا ما حسبتها يعني ما قدرتها قديش بس ظنتي إنه نملاع يعني محرزات قومي سوي لنا كوباية شاي موسيقى علش تلت؟ يعني ما تدري؟ أدري قلو باي تسأل لعاد؟ تفكر بيها ولا بايش أفكر أخ شلون الواحد يكضبها ليحريمة ما بيفايدة دايم دوم تكون بين الفلاحين ولين تكون لحالها يكون بي ناس حواليك اي؟ وانت استحب من الناس يا ساري؟ لا ما استحي ما استحي من أحد لكن ودك إيانا أقضبها قدام الخليق؟ اي؟ لا عاد عمرك ما تقضبها لا أقضبها واقضب أبوها بعد ووقت اللزوم قدام جوزها الهامل والله ما يستاهلها يستاهلها ولا ما يستاهلها؟ ظلها حرمته حرمته اي؟ اي؟ انت دري انه يخاف مني؟ اي؟ 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 يخاف اخ يا جرياخ خلينا روح أجيب يوسف وقعدي يا مارة وقعدي شو صاير على مال؟ بحبش أثقل عليها مع انه روح قلبها يظل عندها طيب بقول ارتاح شوي بعدين بتروح تجيبي انا ارتاح شوي؟ اي اذا حطيت راسي على مخدي وغمطت عيني ما بصحى غير الصبح هانت يا مارة هانت تعب هذا كله راح يجيب مصاري والمصاري هاي راح يجيب المنجرة منجرة في عمان يا زينة واللنسيتي طيب ليش عمان؟ ليش ما تسويها في قريتنا؟ في معين؟ بايف عمان بتجيبي الطاق طاقين؟ بيقولوا الناس كلها جاعدة بتدب على عمان يعني حدا بس حلو روح لعمان وبيقول ما بدي بس الغربة بتخوف غربة؟ فباك هي يا عمان مجرة العصيان الله يجيب لي في الخير زينة؟ هم؟ انتي بعدك زعلانة مني؟ ليش بتسأل؟ يعني بسا لانك بصراحة من زمان ما حكتي لك كلمة حلوة كلمة مليحة يعني هيك تنسينا التعب شوي ليش حضرتك لما بتزعل حدا؟ بتراضي؟ بيش تحبي أراضيك ما بدي حدا يراضي انت بصراحة كمان إلك شغلات ما بتراضي يعني انا؟ اصلا انت ما بتشوف غير حالك وما بتسوي غير اللي انت بدك إياه بس انا؟ اه انت ما بتحس بالناس اللي حواليك المصاري عمت عينيك هذا لاني بعازتها انا اكثر واحد في الدنيا بحشة المصاري كل الناس بحاجتها بس مش على حساب اشي ثاني بس انا اكثر واحد بعازتها اكثر واحد محتاج المصاري انت هيك بتفكر بس في ناس مثلك كثير طب اسفكينا عاد من سيطة المصاري كلها يومين ثلاثة وبنخلص بعدين انت بتفكر انا بدي المصاري لمين؟ ايه لي بس؟ ما هو ايه لك؟ ولا يوسف كمان بس انت عنا اهم من المصاري كلها صحيح يا زينة؟ طبعا صحيح ولا بكذب عليك يعني طيب اه قومي عالم حرم وان شاء الله ما بصير لك كل خير هل كان يا زيدان؟ هون تخليت فينا حيل قومي؟ ايه؟ مرعي؟ رايح؟ ظنيت انها اخر نوبة ليه؟ بيه شي؟ لا بس من وقت جيتها الجيش علينا صار لزوم نحذر اذا تشك بشي خلاص لا تروح ازلمها هرسل لي خبر مشانا استناه لانو هالسلاح مبيوق من فترة وازلمه كان مخبيه زين وش ادك تساوي بيه؟ اوصلوا الهم وبعدين نشوف لا بعدين ولا قبلين خلاص يا مرعي خلاص ترقنا من السالفة وانت منيش؟ وانت منيش خايف ها؟ ما دام الرعيان جاء وسيرتنا انا ظن خايف خلاص يا مرعي خلاص اقول لك انت مخصك وهذه اخر نوبة ارجع لبيتك زين انا راجع بس زينت؟ خليك حذر توخرت توخرت هنيش؟ ما راح تتجيب ابنها وانت وش دراك؟ اي انا اعلم كل شي كل خطوة تخطوها كل نفس تتنفسه لكن الليلة احتوخرت لابد بي شي وش يكون؟ وش يكون؟ اي؟ اي وش يكون؟ وكاد ابحض انجوزها معقولة؟ ولا لا لو ايش تأخرت اي اي واني شو دريني؟ اسمع واللي يروح يتحمم عندها انت؟ اي اروح وليه مروح وان شفت جوز هاريخو يكون بيه كلام ثاني هظن جاكت ايش العاد اسمع ان شفت النار اشعلت قول ساري سواها ايه يا زيدان يا زيدان يا زيدان شلورك يا زيدان يا هلا يا هلا اشوف اه بيتك مليح اي اتكرمون الضيف اظن انكم ما سويتك هوا يلا يلا اريد استحم جومي يا حرمة سخن مي قد استحم اهمي اهمي لاشوف موسيقى 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 اشعل النار وزيد الحطم موسيقى موسيقى عمالا كانت بطريقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة احرس تزعل ما هو بزعلان احسن لان التفكير والزعل يعكر الدم لابد المي حميت قومي قومي انا بدا روح اجيب يوسف بعدين اجي بيه الساعة مبسوط عند نجمة يلا يلا شوف يلا وانت لا تخاف اخالها تحمامني بس هتسوي النجح هو اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 سيدان المترجم للقناة 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 البقية بحياتك البقية بحياتك يا خوية مرحة البقية بحياتك يا خوية مرحة البقية بحياتك البقية بحياتك البقية بحياتك من هو؟ اسمعي انتي تعرفي بيت احمد؟ روح بسرعة ندينه نقول له زيدان بده اياك سادة، خلي يجيب معه برودي قولي له زيدان بده برودي جولي نعم، دبحت بدويوا، دبحت بدويوا، واكيدوا هم جاهيين وراي، هذه السأكيب، ومين اللي دبحته؟ ساري اللي ثباح أخوي ساري يا أخو مرعي والسعف تنطلو يا زيدان لا أنا ما كان قصدي إني أنتقم ولايش لايكونوا اتطوشتوا هريتك أنا التوشي يا أحمد هريت موضوع أكبر من هيك بكثير زيدان أنا مش فاهم عليك احكي ليش والسلافي زيدان عضي شو بتساوي شو هاض نوايش بتحط الزيت بالقناني هاضا شغل ما إليك خص فيه بس نوايش بقولك ما إليك خص ابعدي ابعدي من وجه حصلها تكب القنيني وتكسريها ابعدي يا زنم يقولني نوايش بتحطه بالقناني ولك هاما زيت زيت بقدر إنو زيت بس نوايش بتحطه بالقناني بيدي خمره بيدي خمر زيت آآ خمره وشو دخلك انتي بيدي خمره هاضا هيك مراقي وبعد ما تخمره بيدي شربو تيشربو كلو آآ كلو نحانك لأ أنا وانتي بنقعد فوق الدار وبنقعد نكرح فيه عبين مندوخ وبعد مندوخ بحملك بين يدي تحملني آآ وبرميكي فن فوق سطح الدار روحي نقلع من وجهي لتكب الزيتات والتسري القناني انقلعي سويني بطور انقلعي موسيقى موسيقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قل لي يا الأخو وين نلقى زيدان مين زيدان زيدان الفلاح الفلاح؟ كل الناس وان فلاحين موسيقى موسيقى زيدان الفلاح موسيقى بعده ما رجع من هنا لا رجع بس علمني وين القبيته اسمع هذا الطريق آخرها موسيقى في طريق ثاني يروح لغربه موسيقى موسيقى هناك اسأل ميت واحد يدل لك موسيقى شكراً يا الأخو حياك الله مع السلامة موسيقى موسيقى زين يا رجع أقول أقول خلينا أربط الخيل هان ونفوت عرجوني فيك أسلم أسلم شو بدأسوي يا عم شو بدأسوي شو بدأسوي لازم نحك مع أبوي وعمي هاي شغل كبيري ولازم ندخل فيها الكبار هو ابني اللي ظل هناك مش عارف شو بتحكيلك بس خلينا نفكر فيها خليك يا شعطي خليك خليك يا زيدي شو اللي صاير شو اللي جابك هسا يا امي روحت عند امي جلتلي انك اخذت البارودة اش فيه فوتي فوتي اش فيه يا زيدي اش اللي صاير سلفة كبيرة سلفة ايش زيدان زيدان اقل لك اطلع وواجهني يا زيدان اطلع يا زيدان ولا تجبرني افوت عالبيت اطلع 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 ما تغارب لي مين هاك؟ نزل باروتك يا مرعي وخليلي أنت فاهم اطلع يا النذل اطلع أقلك مش عارف صوتي؟ أنا أحمد لا مدري مين أنت؟ مرعي أنا أحمد نزل باروتك خليلي أنت فاهم خلا هي اطلع هو ودي زيدان يا أحمد وانت مخصك اسمع يا مرعي هاي أنا جيتك إذا الحق معك بتفوتوا بتذبحوا وإذا الحق مش معك بترجع انت وجماعتك محل ما جيتوا أقلك انت مخصك ودي زيدان يا أحمد ابعد من قدامها الحين تراه دمي فاير وما نشايف حد قدامها تلقى خير يا مرعي تراك ما بتوصل زيدان إلا بتمر على جثة بالأول نزل باروتك نزلها هاي انت؟ شو جاي تساوي انتوا يا مين انت؟ مرعي أضبوي يا مرعي خلوه يرجع أقول شو جاي تساوي انتوا ياه جاي اذبح اللي ذبح أخوي من هو اللي ذبح أخوه؟ زيدان ذبح يا مرعي لأنه دخل يعتد على عرضه لا زيدان نذل وذبح ضيفه أخوي فات عنده ضيف وهو ذبحه اللي نقلك الكلام يا مرعي كذاب أخوك دخل بيت زيدان لاجه اللي يعتد على حرمته بس ذبحه اللي سواه أخوك لا انت ولا غيرك بترضاه نزل باروتك خلك عاقل خلك عاقل يا مرعي خلوه يطلع الحين ويواجهني هذا اللي افهمه ودك تواجهه واجهنا احنا عاود لربعك وحنا نتفاهم معهم ما عاود بعد مذبح اللي ذبح أخوي حط عاقلك براسك وخلك عاقل إلا ترى ولا واحد من ربعك إلا يرجع محمل من هذا لا خوفتني والله مرعي احكي معاي أنا أنا ما جيت لجلحاتش يا حمد وانت تعرف مرعي مين يكون بعرف انك نشم يا مرعي وبعرف انك ما بتحب الظلم وما بظن انك ترضى انه حدا يدخل يعتدي على عرض الثاني زين خله يطلع الحين واشوفه زيداه ما بطلع يا مرعي إلا لا ضب سلاحكو السلاح لين يطلع تراه ما ينضب لا ينضب يا مرعي ينضب ينضب خليه لوقت عازده واللي يستاهل صح يتموته بيه اقصر الشر وارجع يا مرعي وإلا تراها تصير مذبحة وما تدري مين ينفد منها موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة